مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي يدرب meme مركز مهم مركز و مخفف التربية الارانيب اسمعوا هذا المشفى المكن استخدامه هو الاول معقيم 100% دي من الاشتراك ديما كيكونوا كيكونوا في واحد كحولة مثلا هنايا شوفوا لاحظوا معايا هنايا ممكن انا نرشو هاد القرور الخلط شوية ديال معهد شوية ديال الماء ماشي من لاب ما يكون يعني كله قرور وانما هكا بها الطريقة الرشو الجوانب ممكن هكا واحد رشة كبيرة على الالانب هكا 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 ماشي مشكل هدا من جهة يعني كان نعقمو به الكاش يعني كان نهضرو على الكاش يعني ممكن ان نمسحو من بعد بوحد الشيتة هاد الاسلك يعني الرشو به ونمسحو هاد الاسلك هدا واكتري القاعدة يعني تلفوق مش مشكل يعني القاعدة يعني هاد الاسلك هاد رماء ما كدرش رهم زيانة ولكن مع المدة كتولي يعني عنده واحد اللون شبه ابيض منين تشوفوا اللون شبه ابيض يعني را ديك الفضلات كتطيح ولكن يعني الفزق ديالهم يعني البو ديالهم اعزكم الله كي يبقى في ديك الاسلك انتم ما رشوا عليه بواحد الرشا وحكوا بالشيسة يعني هدا دور من من ادوار ديال الكرور الكرور عاود ممكن يستعمله الناس اللي كي ينم في العروبيات يعني ينم الناس اللي ما مدخنش الماء يعني ما عندهمش الماء في الروبيني، يعني ما عندهمش الماء في الروبيني كي يشبدو المياه من قبار يشربون منه الماء ويشربون منه الارانيب كونهم متأكدين ان هذا الماء يلا مشوهو تشربون منه الارانيب ماشي غير يضرهم ولكن يكون عندهم البول ديالهم يقولي احمر مدمم يعني شحام وعد يقولي كان عندي الارانيب ديالي فالعربية والبول ديالهم احمر يعني ما الا اللون احمر وما كيفهمش علاشهم ماشي ماشي مراد ولكن كي يقولك انا وما عايشين بهالطريقة ولكن كيلاحظ ان البول ديالهم مرة مرة كيقولي احمر هذا السبب راجع المياه الجوفية مياه الجوفية ممكن اننا نديرو لها يعني في واحد البوديزة كبيرة ما زينا خمسة يطرو ممكن نديرو واحد الغلاقة نص غلاقة مثلا قعري شوية ديالاش ديال الكلور يعني اسمه هو الكلور جافيل جافيل ممكن نديرو واحد معيه لقى معيه لقى في طرو معيه لقى في يعني اغلاقة في خمسة يطرو ولكمية اللي درتوها اراها خدام اللي ماشي غيمة كطروش ماشي غالي واحد غادي يدير كاس متلا في خمسة يطرو هذا من جهة يعني هذا تعقيم المياه وحتى الناس اللي عندهم يعني المياه ديال روميني ارا كتكون تهيام داوية لاحظوا انكم اني كتشدوا المياه ديالكم كتكبوها اول مرة كتلقوا واحد تشنشين حنقولوا بحال شكل ديال يعني الاسبيرين مين كتديروها مع الماء كتقطلها واحد تشنشين هذا تشنشين اسمو هو ذكرهو ما مداوينو يعني كين كلور ولكن كين مواد اخرى اسمو تديرو انتمو ما ديرو معاه معي لقا ديال ديال جافيل ديروها معاه باش كيحيد هدك هدك السموم اللي كتكون في الماء اضافة ان يعني الكلور الماشي المخففين يعني الاتشي انتم قلوا قاتشي الناس كي معروفين كيقلوا قاتشي كيكون واحد الليتر كيتبعد بسبعة دلهم ونس هدك الناس اللي عندهم يعني هذه معلومة رافيت كالينها وكان رددها ديما باش يعني يعني نعاون خوتي باش ميتيحوش في واحد الفخ ديال الجرب مني كيكون شو عندكم الجربة يعني ضي السر الجربة مشي ديال الادون مشي تتصمغ الادون لا جربة اللي هي كتكون ديال تساقط الشعر يعني كتكون من يعني القنية ديالكم طاحلها الشعر من جهة الجبهة من جهة الانف من جهة الرجلين منين تشوفو عندكم هاد الحالة هادي مباشرة ديرو نص كاس ديال زيت العود ونص كاس ديال القلور يعني اعت شي هي نفس الكيمية منين تشوفو نص الكيمية كم مكان نص كاس ولا معلقة معلقة ولا اي حيء المهم نفس الكيمية تخلطوهم مع بعضياتهم يعطيكم واحد المحلول تشدوه ها القطنة ولا اللي كان اي صوف ولا اي حاجة وتمسحو وقت من احسن تكون قطنة وتمسحو به المناطق اللي مضروبة بالجرب كنوا متأكدين الى ارى غادي تشكروني بزاف على هاد المعلومة هادي لان الناس كيخافوا من جارب ديال يعني تساقط الشعر يتفكروا معايا نفس الكيمية ديال الزيت العود او زيت العود الخيصة مشي الغالية ولا الحائدة ولا زيت العود عادية نفس الكيمية اللي كتيروها كتخلطوها مع ايه الاتشي وكاتمسحوا المناطق اللي مضربين بها لمدة التلتيام من هالرابع ان شاء الله كي كي يجيب الله تيسير اذا الحلقة ديرنا سهلاس كان نتادر على الصوت ديال المقاقية ديال الدجاج لان اوقيتهم هادي باش كي يوضعوا البيض يعني كيبقوا هجيروا هاد الصوت هادا اه كان اعتقد ان هاد الحلقة يعني راه مهمة يعني الكلور راه مهم مهم عنده فوائد بالنسبة الارانيب بواحد الشكل يعني ضروري يكون عندكم واحد لتر ديما محطوط علاجا ديما اما خدموه في الاخر في ذاك الولادات هما نقيوا به نسحوا به ذاك الولادات لانك تكون الانتة عادو ولدت مني مني دول زوحة لوقيتها ذاك الشعر ديالها والدم نيك يكون تماما ملابد ما تغسلوها ذاك الشيء ها بالكلور تا هي ادي نقطة مهمة يعني اي حاجة راه مهمة فيها الكلور الكلور اش كيدير كيعقم ومعقيم يعني الامراب اللي ممكن انها تصيبكم من 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 اما جاراب اما يعني محويج ديال الجاراتين كلها ديما يكون عندكم واحد ليطرو ديال الكلور ممكن تخلطوه مع المبحل هكا بشير الشاشة ولا هكا مهم انكم تبقوا تخدموه ديما ديما يكون عندكم كدواء نعتبرو كدواء يكون عندكم مع الادوية الكلور يكون عندكم مع الادوية اذا الحلقة ديالنا ايادي كم شكوكم على التعاليق طيبة ديالكم ما تنسونا زر جام تقلوا زر الجارس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة